فوز القجع أتى برئيس الفيفا ورئيس الكاف إلى صالة بمطار الرباط حيث ينتظر المنتخب المغربي إشارة صفر إلى الجزائر عبر الطائرة المغربية التي كانت هي الأخرى مستعدة للإقناع ليبر هنا على أن جميع مكونات المنتخب المغربي كانت مهيئة للمشاركة في شان الجزائر وقال رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجع اليوم جمعة أن حرم المنتخب الوطني من المشاركة في منافسات كأس إفريقيا للعب المحلين أنه أمر مؤسف جداً وأوضح كذلك في تصريحات للصحافة على هامش استقباله لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إنفانتينو والكونفيدرالي الإفريقية لكرة القدم كافة مؤتسف الذين حل اليوم الجمعة بمطار الرباط السلال المشاركة في صحب قراءة كأس العالم للإغرياء أنه من المؤسف أن يتم حرمان مجموعة من اللاعبين الشباب الذين استعدوا لمدة أشهر من المشاركة في هذه التدهورة الرياضية الإفريقية وكانت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم قد أعلنت في بلاغنا أن نشر أنس الخميس عن تعضل سفر المتخب المغربي إلى مدينة قسطنطينة من أجل المشاركة في بطولة إفريقيا لللاعبين المحليين بالجزائر للدفاع عن لقبه وذلك لعدم ترخيص نهائي لرحلته انطلاقا من مطار الرياض سلافي اتجاه مطار قسطنطينة بواسطة طائرة الخطوط الملكية المغربية النقر الرسمي للمتخب المغربي